بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة السادسة والستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد النوع على أله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب ضيف هذا اللقاء وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات حياكم الله وبرك فيك فضيلة الشيخ هذا سائل يقول أرجو أن تقفوا مع الآية الكريمة بقول الحق تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد هذا من جملة ما أوصل الله به نبيه عليه الصلاة والسلام وهي وصية عظيمة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي استمر على العبادة حتى يأتيك الموت ولا يترك المسلم العبادة ويقول وصلت إلى درجة لا أحتاج إلى العبادة الرسول صلى الله عليه وسلم الله أمره أن يستمر على العبادة حتى يموت هناك من يقول إذا وصلت إلى درجة من المعرفة ولا حاجة إلى العبادة غلاة الصوفية واعبد ربك هذا أمر من الله لرسوله وهو أمر للأمة بالتبع واعبد ربك يستمر على عبادته حتى ينزل بك الموت وفي الحديث ليس لعمل المسلم غاية دون الموت نعم حسن الله إليكم فضيلة الشيخ خادسائل من خارج المملكة يقول منطقتنا مزدحمة والأرض صغيرة وبنينا مسجد من ثلاثة أدوار هل الصلاة في الدور الثالث صحيحة وكيف يكون البناء مأجورين لا بأس بذلك حسب الحاجة فإذا كان في مكبر صوت يبلغ الأدوار يصلون وراء إمام واحد سواء كان الإمام في دور الأرضي أو كان الإمام في الدور الأعلى أو الأوسط هذا سائل يا شيخ يقول ما الحكمة من خلق الإنس والجن ذكرها الله ويقوله ليعبدون حكمة أنه خلقهم ليعبدوه سبحانه وتعالى تكفل بأرزاقهم ما أريد منهم من رزق وما أريدوا أن يطعمون إن الله هو الرزاق في القوة المتين فهو تكفل بأرزاقهم وأمرهم بعبادته مصرحة العبادة أيضا راجعة إليهم أهم بحاجة إليها أما الله فإنه غني عنها قال الله جل وعلا إن تكروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد فالعبد هو بحاجة إلى العبادة فمن رحمة الله أنه أمره بعبادته لتصله بالله عز وجل أحسن الله إليكم أبو إبراهيم يقول فضيلة الشيخ في كتب الفقه المطولة الحقيقة هناك عبارات لا تفهم وتحتاج إلى تبصيط فما رأي الشيخ في ذلك وما الكتب التي تنصحون بها الكتب لا شكدنا كثيرة ومطولة ومتوسطة لكن الكتب لا تكي لا بد من العلماء الذين تقرأ عليهم هذه الكتب يشرحوها ويبينوها الذي يطلب العلم على الكتب هذا ضايع وربما يضل والذي يقرأ العلم على العلماء ويأخذ العلم عن العلماء هذا هو الذي يمشي على طريق الصحيح نعم يقول في سؤاله الثاني ما الأجر المترتب على تبليغ الدعوة وهل تبليغ الدعوة لأناس مخصصين تبليغ الدعوة مهيب لكل أحد على العلماء على العلماء الذين يعلمون فقه الكتاب والسنة فيبلغونها للناس ويدعون الناس إليها على الإنسان يتعلم أولا ثم يدعو إلى الله عز وجل بعد ذلك على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الله جل وعلا أيضا يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولا يعرف هذه المراتب إلا العلماء ما كل واحد يصلح للدعوة نعم أحسن الله إليكم يقول يا شيخ السائل بالنسبة لليلة الجمعة يقرأ في السجدة هو الإنسان بعض الناس يقرأ السجدة ينصفها نصفين هذا لا يأتي بالسنة الذي ينصف السورة نصفين هذا لا يأتي بالسنة السنة هن يقرأ السورة كاملة في الركعة الأولى الإفلام ميم تنزيل السجدة ويقرأ في ثانية سورة الإنسان هذه هي السنة الكاملة لمن يريد الأجر والثواب نعم بين كم جمعة وجمعة تقرأ يا شيخ؟ ما في حد تقرأها في كل جمعة يكون أحسن بعض العلماء يقول يتركها بعض الجمعة خاشية أن يفهم أنها واجبة هذا من كلام أهل العلم وليس فيه حديث ما علم نعم أزاكم الله خير فضيلة الشيخ هذا سائل يقول بالنسبة للوقت أشكل علينا فإذا تعطلت منافع الوقت فهل يجوز نقله من مكان إلى آخر؟ هذا لا بد من الاتصال بالمحكمة الشرعية ولا ينقل إلا بنظر القاضي وإشرافه على ذلك نعم فضيلة الشيخ هذه الأخت السائلة هم عبد الله تقول المرأة مع أخواتها النساء بعض النساء فضيلة الشيخ يعني تتفتح في اللباس ويكون خارج بعض الأكمام مقطوعة أو قصيرة ما رأيكم في ذلك؟ هذا منكر عدم تحجب المرأة وسترها لنفسها هذا من المنكر وأخواتها المسلمات ينصحنا إذا رأينا بينهن امرأة لا تكمل الحجاب أو تكشف شيء من بدنها فيجب عليهن النصيحة له فإن لم تمتفل فإما أن يتركنا المجلس هنا أو أن تذهب هي ولا تجلس معهن نعم جزاكم الله خيري شيخ بالنسبة لإسقاط الحمل في الستة أشهر نظرا لأنهم قالوا بأن الطفل المشوه لا يجوز إسقاطه إلا إذا كان على حياة أمه خطر من بقائه فإنه يجوز إسقاطه وأما لأنه مشوه لا يترك يترك يولد على كما يولد الصحيح إما أن يعيش وإما أن يموت بعد ذلك الأمر بيد الله نعم هذا عبد الله يقول أرجو من فضيلة شيخنا الشيخ صالح الفوزان أن يوجه كلمة للشباب في هذا الزمن وفي هذا الوقت حفظه الله الشباب لا شك أنهم هم عماد الأمة بعد الله سبحانه وتعالى فالشباب هم الجيل الذي يتحمل المسؤولية عن كبار السن ويحل محلهم في الأمة يجب العناية بهم وتربيتهم تربية الصحيحة ويجب الحذر من مخالطتهم للشباب المنحرف وأيضا حمايتهم من الأفكار المنحرفة التي تأتي بوسائل الإعلام المنحرفة بالوسائل الحديثة والمستحدثة التي تجلب أفكارا سيئة يجب الحذر من هذا ويجب على الوالدين أن يحذروا ويحذروا أولادهم من ذلك ويحموهم من هذه الأفكار نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هل لصلاة الجنازة وقت محدد وهل يدخل هذا الوقت في أوقات النهي وهل يجوز الدفن ليلا؟ كل هذا جائز وصلاة الجنازة ما تؤخر الجنازة وتحبس صلى عليها في أي ساعة من ليل أو نهار وتحمل إلى قبلها ولا تحبس وليس هناك وقت نهي في صلاة الجنازة لأنها مسألة ضرورية وعارضة ليس لها وقت نهي شيخ صالح تتبع الجنائز في المساجد ما رأيكم فيها وتجمع الناس في مسجد واحد هذا صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة لأن المطلوب أنه يذهب إلى مسجد ويصلي على الجنازة ويتبعها إلى المقبرة إذا كان يريد الأجر أما يصلي ويطلع لا يصلي ويتبعها إذا كان يريد الأجر كامل من صلى على الجنازة وشهدها حتى تدفن من صلى على الجنازة فله قراط من الأجر ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان كل قراط مثل الجبل العظيم فهذا أجر عظيم وأما تتبع المساجد هذا الصدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة بأنه غير مناسب وغير جائز أيضا ربما يصلون على الجنازة قبل أن يأتي الإمام يصلون عليها قبل الإمام ويخرجون هذا افتيات على الإمام ما يصلى في مسجد إلا بحضور إمامه يصلي الصلاة الفريضة ويصلي على الجنازة هذا من حقه ومن عمله فلا يدخل أحد عليه نعم رسال الله إليكم في المقبرة يا شيخ وضع مظلات وتوزيع المياه وما السنة في ذلك كل ذلك ممنوع صادر فيه فتاوى وقرارات منها يتبار العلماء بمنع المظلات وبنائها في المقابر خشية أن يتطور هذا إلى النعي وإلى أمور محرمة وإلى البدع فيدفنون الجنازة ويمشون والتعزية ليس لها مكان يعزيه في المقبرة يعزيه في الطريق يعزيه في المسجد يعزيه في بيته بأن يزوره أو يكلم بالتلفون ميسرها التعزية نعم هل للمرأة يا شيخ صالحة أن تتزوج بدون ولي وتزوج نفسها لا ليس لها ذلك لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل كما في الحديث ولا يجوز لها أن تزوج نفسها إذا لم يكن لها ولي فوليها الإمام وليها ولي إمام المسلمين أو نائبه القاضي هو نائب الإمام فإذا لم يكن لها ولي يزوجها القاضي ولا تزوج نفسه نعم هل يمكن يا شيخ الجمع في النية بين صيام ثلاثة أيام في الشهر ويوم عرفة يوم عرفة شيء ثلاثة أيام من كل شهر هذا شيء آخر يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإذا جاء يوم عرفة يصوم يوم عرفة إضافة إلى ثلاثة الأيام نعم هذا مستحب وهذا مستحب نعم إعطاء الزكاة لأخواتي وأبناء أختي يا شيخ واحد منهم شاب يريد أن يتزوج الفقراء من أقاربك حق حق بصدقة قوله صلى الله عليه وسلم الصدقة على القريب المحتاج عن صدقتين صدقة وصلة صدقة وصلة نعم هناك فضيلة الشيخ أول السائل من يشككون في التقويم ويقولون بأن فيه زيادة أو فيه نقص هذا اعتمده المسلمون اعتمده ولاة الأمور وعمموه على المساجد فالذي يشك فيه هذا إما جاهل وإما مغرض يريد أن يحدث الشكوك بين الناس هذا شيء مضى عليه المسلمون وأقره العلماء وأقره ولاة الأمور وجرب أيضا جرب ما أدرك عليه خطأ نصلي على التقويم الفجر ونخرج وقد أضاءت الأسواق وترى البعيد ما فيه خطأ أبد كما يقولون نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ قصر المسافر للصلاة وحالة وعند العودة من السفر ووقت ذلك مسافر إذا كان سفره يبلغ 80 كيلو أكثر يعني مرحلتان كل مرحلة 40 كيلو 80 كيلو فله القصر في ذلك نعم إلا أن يعود إلى بلده إلا أن يقيم أثناء السفر ينوي إقامة تزيد على أربعة أيام في أثناء سفره فإنه ينقطع السفر ويتم الصلاة في هذه المدة نعم الذين يقيمون في خارج البلاد لسنوات عديدة فضيلة الشيخ لا هذولا استقروا انقطع السفر ونووا إقامة أكثر من أربعة أيام فعليهم إثمام الصلاة وعليهم أن يصوم رمضان في بقته لأنهم ليسوا مسافرين انقطع السفر بالنسبة لكتاب الفتاوى الكبرى يقول أنا أدرس في الجامعة هل أقرأ بهذا الكتاب يا شيخ الفتاوى الكبرى نعم لأنت في الجامعة هيقرأ المقررات قرر عليك واعتن بها وأما الفتاوى الكبرى وهذه إذا تخرجت إن شاء الله وصار عندك فراغ فضيلة الشيخ ما الذي يصل للوالدين وقد مات منذ سنوات عديدة فقد كنت لا أبر بهما وفي حياتهما ماذا يلزمني الآن النزوم لا يلزمك لكن يستحب لك ويتأكد عليك عليك أنت تدعو لهم تكفر الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وعليك وأنت تصدق عنهما وتحج وتعتمر عنهما المجال مفتوح والحمد لله للبر بالوالدين وكذلك تصل أقاربك المتصلين بالوالدين لأن هذا من بر الوالدين أيضا وتصل أيضا أصدقاءهم أصدقاء الوالدين شيخ صالح من فتته صلاة الليل ولم يستيقظ إلا من النهار فهل يصليها جهرية أم سرية؟ صليها جهرية لأن صلاة ليل قضى صلاة ليل في نهار فإنه يجهر بها ومن قضى صلاة نهار في ليل يسر بها القضاء يحكي الأداء كما يقولون ما حكم يا شيخ رد السلام والتأمين والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم حال الخطبة؟ رد السلام لا يجوز لأنه كلام وأما التأمين على الدعاء فهذا مشروع الصلاة على النبي إذا سمع ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مشروع لكن لا يرفع صوته بذلك يقدر ما يسمع نفسه يقول ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ حديث القدسي ما كان من كلام الله سبحانه وتعالى يرويه رسوله صلى الله عليه وسلم وأما الحديث النبوي فهو ما كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه وحي من الله لأن الرسول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوح هذا السائل يقول الشيخ تأتيني بعد صلاة الجمعة بعض الأحاديث وبعض الأذكار فيريد مني صاحب هذه الرسالة أن أنشرها إلى غيري لا تنشرها لا بد أن تفحص وينظر من أين أخذها وهل هي من كتب صحيحة أو لا ثم أيضا الأمر بنشرها هذا يعني تشريعه هذا ما عليه دليل يقول من ضمن هذه الرسائل من ترك الصلاة عوقب بأربعين خصلة هذا ليس بصحيح حديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء هذا صحيح هذا الصحيح بمعنى أن أثار الوضوء تكون نورا يوم القيامة يعرفوا به المتوضئون وميزة لهم ميزهم الله بها فهي حلي حلي من الله سبحانه وتعالى هل يأتي من شيخ صالح من ترك السترة في الصلاة؟ السترة في الصلاة سنة وليست واجبة النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل المسيء في صلاة علمه كيف يصلي ولم يذكر له السترة بل على أنها غير واجب وإنما هي مستحبة شيخ صالح حفظكم الله ما الواجب على من يصلي الصلوات بعد فوات أوقاتها فيقول بعض الصلوات أنام عنها فأقوم فأصليها لا تعود نفسك على النوم وعلى الكسل فإن هذا يصير عادة لك عليك أن تتقي الله وأن تقوم وتصلي مع المسلمين وإذا كنت لا تستيقظ وتوصي من يوقظك أو تجعل منبها عند راسك تقوم عليه فلا تهمل وتقول أنا كاسل وأنا يغلبني النوم وما أشبه ذلك ابذل الأسباك واستعين بالله عز وجل وتعتهد هذا تعتهد القيام للصلاة يسأل يا شيخ يقول ما هو التحلل الأول وما هو التحلل الثاني تحلل الأول والثاني هذا في يوم العيد عيد للحج الحج الأكبر يوم الحج الأكبر هو العيد لأنه تؤدى فيه أكثر أركان الحج سماه الله الحج الأكبر لأنه تؤدى فيه رمي الجمعة الجمرة وحلق الرأس والطواف والسعي فسماه الله الحج الأكبر أخيرا فضيلة الشيخ صالح كيف يكون الرد على من أوجب التمتع وما أفضل النسوة النبي صلى الله عليه وسلم أحرم معه الصحابة ومنهم المفرد ومنهم القارن ومنهم المتمتع ولم ينكر عليهم في ذلك شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء والذي أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء برنامج نور على الدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته